بسم الله الرحمن الرحيم ربنا نفتح بيننا وينقومين بالحق وانت خير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم اجلق على ألسنتنا ولهمنا العمل به اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل اللهم إنا نعوز بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تجبع من عين لا تدمع من دعوات لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بحضراتكم وهي حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي نائص واحد حلقة اليوم إن شاء الله تكون تكملة لما بدأناه في حلقتين سابقتين والعنوان الطب البديل البريء المتهم هذا هو الجزء الثالث من هذا العنوان تحدثنا في حلقتين سابقتين عن هذا العنوان الطب البديل البريء المتهم واتفقنا سوياً أننا مش هنحط رأسنا في الرمل زي النعام ونقول إن ما فيش الكلام ده لا الكلام ده موجود وإن حقيقة الطب البديل متهم بالنصب والدجل والاحتيال هذه حقيقة وعلى مدار حلقتين بنوضح لحضراتكم وده الحلقة الثالثة براءة هذا الفرع من الطب من هذه التهم التي ألصقت به ووضحنا في الحلقتين السابقتين السبب الرئيسي اللي خلى حقيقة الطب البديل يكتسب هذه السمعة السيئة واتفقنا مع بعض وعرفنا يعني إيه طب بديل وعرفنا إن هو فرع من فروع الطب لا غنى له عن الطب ما ينفعش إن أنا أقول دي حاجة جديدة وسبنا من اللي فده كله وأنا بشتغل بطب بديل وسبنا بقى من الجراحات وسبنا من الأدوية ونشتغل فقط بخلاصات الأعشاب ونشتغل فقط بالحجامة لا ما ينفعش الكلام ده خالص هو طب مكمل لما علمناه بفضل الله سبحانه وتعالى من الطب الغربي أو الويستر ميديسين وشرحت لحضراتكم إزاي إن العالم الغربي نفسه ابتدى يستعمل ويلجأ إلى الطب البديل في كثير من الحالات التي يوجد أمامها باب مغلق ومصمض تماما من ناحية العلاج التقليدي بالطب الغربي أو الويستر ميديسين وشفنا حالات كتيرة جدا جدا مع بعض وعلى مدار البرنامج مش على مدار الحلقتين السابقتين ولكن على مدار الحلقتين السابقتين إحنا شفنا مداخلتين أو حالتين واستعرضناهم مع بعض من الناحية الطبية في الحلقة الأولى كانت الحجة خضرة وشفنا دهون الكبد إزاي إن إحنا قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى نزيل تماما دهون الكبد عن طريق العلاج بالطب البديل أيضا كان مع الحجة خضرة الوزن وقدرنا إزاي نعرف إن إحنا نزلنا الوزن وقدرنا نخسر الوزن على مدار شهرين بطريقة طبيعية تماما وبتعامل بآليات الطب البديل وكان أهم من ذلك أو من هتين المشكلتين الطبيطين هي الفقرات والخشونة في الرجبتين فقرات الظهر فقرات القطنية مما كان يسبب ألم فضية وكان بطول بنفس اللفظ ألم لا أستطيع ما أقدرش أن أنا أوصفه بنفس اللفظ لو تتذكروا حضراتكم اللي كان متابع معنا الحلقتين السابقتين قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى نحن نزيل تماما ألام الفقرات الموجودة نزيل تماما ألام خشونة الرجبتين الفضية اللي كان بتشتكي منه الحجة خضرة وكتير جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا في الناحية دي بالذات الفقرات والعظام نجد نتيجة رائعة ومبهرة بمعنى الكلمة في هذا المجال من الطب وهو العلاج بالطب البديل عن طريق طبيب متخصص في هذا المجال الحلقة اللي فاتت اللي هي الحلقة التانية من العنوان الطب البديل البريء المتهم شفنا مداخلة من السيدة الفضيلة أم عبد الرحمن وشفنا إزاي إن هي بقالها سنوات وسنوات بتعاني وكذلك كانت الحجة خضرة تعاني من عشر سنين أم عبد الرحمن على ما أتذكر كان من 12 سنة بتعاني من آلام شديدة جدا جدا في العظام وفي الظهر وفي الرجبتين ولو تتذكروا إن هي خريجت معها التمريد يعني تعي من الطب وتعي من التمريد الكافي إن هي تعرف إن ده حقيقة أم لا وبفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا إن إحنا نوصل للنتيجة النهائية إن هي قدرت تسجد لله سبحانه وتعالى من بعد ما كانت بتصلي على كرسي بقالها سنين وسنين ولو تتذكروا أيضا أم عبد الرحمن كانت بتشتكي إن فيه الرئتين تليف وقدرنا إن إحنا من خلال الحجامة نحسن وظائف الرئتين وابتدت تحس فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى تحسن رائع جدا وأيضا لو تتذكروا من أم عبد الرحمن في الحلقة الماضية إن كانت مفاصل الجسم كلها فيها ألام وقدرنا الحمد لله رب العالمين إن إحنا نلغي ونخفي هذه الألام تماما ويبقى الحمد لله قدرنا نوصل بها لبر الأمان وقلت لحضراتكم إن فيه كلمة مهمة قوي قوي قالتها السيدة الفاضلة إن أنا دعوت الله إن أنت تكون سبب ودي نقطة مهمة جدا إن أنا استعانت بله سبحانه وتعالى ثم بدأت أبحث عن السبب وقدرت إن أنا أوصل للشفاء التام من كل هذه الأمراض اللي أنا مريت بيها على مدار 12 سنة وزي ما بقول لحضراتكم إحنا بنعتبرها في الميديكال فيلم أو في المجال الطب لأنها خريط تمريد فتعلم ده صح من ده غلط وتعلم إن ده فعلا طب وعرفت تماما إن حقيقة الطب البديل فرع من فروع الطب التي يجب أن تحترم ولها نتائج رائعة جدا ولكن الشرط الجزائي الوحيد اللي أنا دايما بقول لحضراتكم أن تكون على يد طبيب متخصص في هذا المجال أما إن كانت على غير ذلك فلن نجد نتيجة ولن نجد للأسف وسيلة إن إحنا نقول إن الطب البديل بريء يعني لو خرجنا برى المظلة الطبية وخرجنا برى الأرض الطبية وقلنا إن فيه شيخ بيعمل حجامة قلنا إن فيه صيدالي بيعالج بالعشاب الطبعية كل ده خارج تماما عن المجال الطبي ولن تجد إلا للأسف الحصرة وخسارة الفلوس والنقود وياريت جاءت على كده بس ممكن جدا خسارة الصحة وأنا شرحت لحضراتكم وذكرت لحضراتكم أكثر من حالة تسبب فيها العبث بالطب إلى الوفاة وليست حتى يعني تبقى حياة قعيدة لا الوفاة وبالتالي يعني نسأل الله العظيم العفو والعافية لنا جميعا ما ينفعش إن أنا أقصد العلاج إلا عن طريق طبيب أيا كان التخصص بتاعي هلأي إن شاء الله في المجال الطبية وتحت المظلة الطبية هجد مجال واسع جدا لهذا التخصص وأقدر إن أنا أسلك هذا الطريق وكما ذكرت لحضراتكم في الحلقة الماضية إن ده تبعا لأمر الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الزكر إن كنتم لا تعلمون وأيضا تنفيزا لوسيط رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تداو عباد الله فما أنزل الله من دائن إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجاهله من جاهله واتفقنا مع بعض على أربع حاجات إحنا بنتناقش بيها مهنيا وعقليا وشرعا وقانونا مهنيا وعقليا وشرعا وقانونا والأربع جهات اللي إحنا بنتعامل معهم والأربع يعني مراكز لكلامنا هي الشرع والقانون والعقل والمهنية الطبية لو عملت بهذه الأربع جوانب هتجد نفسك لابد أن تلجأ إلى طبيب متخصص لابد أن أنت تلجأ إلى أهل التخصص في هذا المجال أيا كان الشكوى لقدر الله الطب البديل لاقى كثير جدا جدا من الهجوم في الأوينة الأخيرة وقد يكون سبب كلامي أو تناولي لهذا العنوان الطب البديل البريء المتام هي هذه الهجمة الشرسة التي حدثت في الأوينة الأخيرة وأنا أشرح لحضراتكم إيه اللي حصل بالضبط قد يكون كثير منكم مش متابع ولكن بطبيعة الحال وطبيعة تخصصية يجب أن يكون متابع كل هذه الهجمات الشرسة وكل هذا الانتقاد وبالتالي بحاول على قدر الإمكان وأصنعظم أننا أنجح في ذلك أننا أبرئ هذا الفرع من هذه التهم المنصقة به ما زلنا في مرافعاتنا دي الحلقة الثالثة لمحاولة تبرئة الطب البديل من التهم المنصقة به النصب والدجل والاحتيال وبنحاول على قدر الإمكان أن نثبت عن طريق أربع عناصر مهمة جدا عقليا وقانونيا وشرعا ومهنيا كل هذه الأربع جهات نقدر أننا نتحدث ونحاول أننا على قدر الإمكان نبرئ الطب البديل من هذه التهم المنصقة به كما تعودنا في الحلقتين المضيطين أيضا النهاردة إن شاء الله هنسمع مع بعض مدخلة من حلقة سابقة لعل وعسى نجد فيها الأربع ركائز اللي أنا بتحدث فيهم عقليا ومهنيا وقانونا وشرعا وأقدر أن أنا أوصل لحضرتك والعقل حضرتك براءة الطب البديل من تهم النصب والدجل والاحتيال وكتير جدا جدا من من يشاهدونني الآن تعرضوا لهذه المنظومة من النصب تحت مسمع الطب البديل وممكن جدا ما يقبلش مني حتى كلامه ما يقبلش حتى أنه يشوف أي حلقة عن الطب البديل إنه زي يقوله تلسع فمش عايز بقى نقلب عليه المواجع ولكن إحنا بنحاول مع بعض على قدر الإمكان إن إحنا حقيقة فعلا نبرق الطب البديل ولا نبرق الشخص ولكن إحنا بنبرق فرع من فروع الطب وبنحاول على قدر الإمكان إحنا نبينه لحضرتكم من أربع عناصر اللي إحنا ذكرناها العقل والشرع والقانون والمهنة الطبية خلونا مع بعض نسمع المدخلة دي ونرجع تاني نتكلم فيها وزي ما بطلب من حضرتكم دائما تفضلا إن إحنا نسمعها بعقلنا وليس بعيوننا وأزاننا نسمعها بالعقل كويس جدا ونمسك وراء وقلم زي ما تعودنا مع بعض كده ونكتب المكالمة دي كان بتشتكي من إيه ولما ذهبت إلى طبيب متخصص في هذا المجال كانت إيه نتيجة واستخدمنا إيه عشان نقدر نوصل مع بعض إلى براءة الطب البديل من تهم النصب والدجل والاحتيال نسمع أو نشاهد مع بعض هذه المداخلة ثم نعود سويا بمشيئة الله تعالى الأخت نعيمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا أشكرك على الحالة التي كانت عندك أنا كنت جاء لك وكانت عليك من الرماطويد رماطويد رماطويد آه والحمد لله الفضل ربنا أولا نسمع لحضرتك الحمد لله ربنا أنا كان عند رماطويد وكان عند عرق النساء أنت عملت لي حجامة أه أه والحمد لله ما شامعت على الأجل الحمد لله وكانت أه وكان عندي مرات أخوية أه كانت اللوجة بقالها سنة ونص وما كانتش حاصل حمل سنة ونص مفيش حمل أه علاق نزلتها الوزة بتاعها التلاح ينت Litに 7000 do a kilogram نزلتها 17 سا Andros حمل وديتها عليك الحمد لله القلود ويا الحمد لله دي وقتا حمل لها 3F ألاً الحمد لله اذا تحمل لها cut that 재ضيب لله الله الحمد لله بشارك الله بكل خير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله دوتاله بإذن الله ليهلك بقيته علشان عندها السكر برضو وعندها محاصر المرارة وستة كبيرة يعني تعبان ربنا ديها الصحة يا رب تشرفني تشرفني يا رب يخليك تشرفني يا رب يخليك تشرفني يا رب ماشي سيتم تشكرين حضرتك جدا واصل الله العظيم أن يتم حملها على خير وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما مفتاحا لكل خير لكم ومغلقا لكل شر عنكم اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهدنا سويا بالعقل وليس بالأثنين والعينين هذه المداخلة من حلقة سابقة حالة الحجة نعيمة كانت بتشتكي من روماتويد وعرق النسا طيب نمسك حاجة حاجة مع بعض علشان نفهم يعني ترى المرض ده اللي خلى يعني الحجة نعيمة تلجأ إلى الطب البديل أو إلى هذا الفرع المغمور وهذا الفرع المظلوم وهذا الفرع المتهم البريء وتحول أن هي يعني تجد لها منفذ في هذه الأمراض المزمنة الروماتويد المفصلي مرض مزمن يعاني منه الكثير أسأل الله العظيم العفو والعفية للجميع هل له علاج في الطب التقليدي؟ طبعا له علاج في الويستر ميدسين ولكن علاجه في الويستر ميدسين أو الطب الغربي أو الطب التقليدي اللي هو الأقراص والحؤن إلى آخره بيطول جدا وله آثار جانبية لأن أنا بضطر أن أنا أستخدم كورتزون في هذا العلاج أو في هذا المرض لابد وبالتالي الآثار الجانبية لكثير من الأدوية اللي أنا أستخدمها في مرض الروماتويد المفصلي هتكون لها آثار جانبية قد تكون أشد وطأ على الشخص من الروماتويد ذاته دي نقطة نقطة التانية الآثار الجانبية للروماتويد أو ملحقات الروماتويد أو تبعيات الروماتويد كثيرة جدا أيضا وللأسف بتبقى برضو سيئة جدا على الجسم البشري وبالتالي هو مرض مزمن مرض رزل أنا أسف في الكلمة من ناحية الأطباء ومن ناحية المريض ومن ناحية التعامل معاه وبالتالي بنجد سبحان الله أننا بنحاول على قدر الإمكان أن كل معظم الأمراض المزمنة نجد لها طاقة نور في فرع الطب البديل الروماتويد المفصلي بتختلف أشكاله ويختلف وجوده مع المريض من زيره لغاية عشر يعني الدرجات بتاعته مختلفة جدا بتبدأ من آلام في المفاصل جميعها من أولها لآخرة حتى مفاصل أصابع اليد في آلام فضيع جدا مباصحة من النوم متيبس أو إيديا متيبس قادر حتى أن أنا أفرد إيديا أو أتنيها ظهري ركبي مفصل الفخزين إلى آخيره كل المفاصل حتى أنه قد يصيب مفصل الفكين يعني نشوف درجة المفصل اللي فات بييجي فيه فعلا الروماتويد ده غير الأثار الجانبية بقى من التشوهات اللي ممكن تحدث في كثير من مفاصل الجسم البشري نتيجة الروماتويد المفصلي يوصل لدرجة أنه يأثر على الشباكية أو الجهاز البصري نعم يوصل أنه يأثر على الشباكية أو الجهاز البصري ده بخلاف بقى العظام كلها وبخلاف حتى الأسنان ممكن ينتج عنه فساخد في الأسنان فأثار الجانبية وتبعياته سيئة جدا جدا هذا المرض المناعي المزمن الروماتويد المفصلي طبعا لن تختلفوا معي أن الحاجة نعيمة يعني راحت لدكتور واثنين وثلاثة وجربت وشافت ودورت يعني مش أول حاجة راحت لها الطب البديل ياريت ولكن لأ ده راحت وشافت كتير واخدت علاج كتير جدا 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 وراحت لطباء كثيرين ولم تجد نتيجة أو النتيجة كانت ليست على ما يرام وبالتالي ابتدت أنها تبحث عن منفذ أو زي ما بنقول طاقة نور في هذا الفرع من الطب بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا أن احنا عن طريق التعامل بالحجامة وبالأعشاب وهما آليتين من آليات الطب البديل المحترم قدرنا أن احنا نصل بها لنتيجة اللي حضراتكم سمعتوها أن الحمد لله رب العالمين انتهى الألم تماما وابتدت الدنيا تهدى تماما وابتدى مستوى حتى التحليل بتاع التروماتويد تقل معانا وبالتالي قدرنا أن احنا ننجح في تحجيم وكلمة التحجيم دي جاية من حجامة على فكرة أن احنا نقدر نحجم المرض نوقفه عند حده بالعكس ممكن يحدث تحسن لما قد ترك من آثار جانبية في الجسم وبالتالي أعتقد أن ده إنجاز طبي بمعنى الكلمة وطاقة نور للطب البديل بمعنى الكلمة في هذا الظلام الدامس اللي بيصنعه الروماتويد المفصلي عند الإنسان دي كانت أول شكوى لها الشكوى التانية اللي هي عرق النسا وليس عرق النسا أنت حضراتكم بتسموه عرق النسا لكن هو اسم عرق النسا الصياتيك نيرف إيه الصياتيك نيرف ده؟ اللي هو العصب الوركي اللي هو العصب اللي يغذي ورك أو فغز الإنسان من أوله إلى آخره يخرج من الفقرات القطنية في الضهر بيبتدي يغذي الفغز بيكمله إلى تحت خالص غاية القدم من تحت عندما يحدث ضغط أو انضلاق ضروفي أو أيا كان في الفقرتين اللي خارج منهم العصب يحدث هذا الألم الذي لا يستطيع أحد أن يتحمله حقيقة الذي لا يستطيع أحد أن يتحمله وإن كان في العمر البقية هنعرض إن شاء الله مكالمة بهذا اللفظ لا يستطيع أحد أن يتحمله ألم فضيع جدا بيبدأ من أسفل الضهر ثم يمتد من الخلف على طول ألصاق من أوله إلى آخره ممكن يبقى شمال وممكن يبقى يمين وممكن يبقى الاتنين مع بعض ده الصياتيك نيرف أو عرق النسا هذا الألم الفضية يعني هو تقتنع أو تقنعني أو تحاول أن أنت تقتنع أن الألم ده يعني الحاجة سبيته كده وابتدت تعيش به بيقول لها حضرتك ألم فضية لا يهتمك وبالتالي راحت لطبيب واثنين وثلاثة وقدرت فعلا أن هي تسمع وتشوف وتتعامل مع طبيب واثنين وثلاثة ولكن للأسف بدون فائدة أو فائدة قليلة لسه الألم موجود ولسه الألم موجود ولسه التهاب العرق الوركي موجود أو الصياتيك نيرف موجود وبالتالي مفيش نتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى الحجامة بنجيب نتيجة رائعة ومش عايز أقول لحضرتك من بعد أول جلسة يعني إحنا في العادي بنعمل تقريبا ثلاث جلسات على هذا المرض من أول جلسة بفضل الله سبحانه وتعالى إن كان المريض جاي يعني مش قادر يمشي وشايلينه بفضل الله سبحانه وتعالى بيقدر يمشي يعني خارج ماشي بفضل الله سبحانه وتعالى خارج ماشي بمعنى الكلمة فتجد أن أنا بتعمل برضو لا تقتنع ولا تقنعني ولا تحاول تقتنع أن ده مثلا مسكن أن ده مثلا وهم أن ده مسندة نفسية للمريض أن أنا وهمته وبتديت بس أقول لا ده مفيش حاجة أنت زي الفل بنفعش بقول لحضرتك ألم لا يحتمل وكتير جدا من اللي بيشاهدوني أكيد يعني أصنعظم العفو 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 للجميع مر بهذه أو أحد من أقرب مر بهذه المشكلة اللي فعلا بمعنى الكلمة ألم لا يحتمل فإن أنا أستخدم آلية من آليات الطب البديل أقدر في خلال الجلسة بعد الجلسة يبقى فيه تحسن أعتقد أن ده يعني الطب وليس وهم وليس دجل وليس نصب وليس احتيال ده طب فعلا ملموس أهوت ما استخدمتش مسكن ما استخدمتش حقنة ما استخدمتش أرس برشام كل هذه الدلائل بتدي البراءة تماما لهذا الطب البديل أو لهذا الفرع من الطب إن أنا أقدر بعد الجلسة أقول لحضرتك مباشرة أجد النتيجة دي ليس هناك بقى مجال إن أنا أتناقش أو إن أنا أشكك في هذا الفرع من الطب عرق الناسة رغم شدته ورغم صعوبة التعامل معه في الطب الغربي يدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الطب البديل إن أنا أصل لنتيجة رائعة جدا جدا قد يكون شفاء 95-98% بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما تنخلص علاجنا تماما وبدون رجعة ودي نقطة مهمة جدا بدون عودة ودي نقطة مهمة جدا ما بديش بقى ما بغرقش المريض بتاعي بالمسكنات اللي لها أثار جانبية على الكلة ما بغرقش المريض بتاعي بالمضادات الالتهاب اللي لها أثار جانبية كثيرة جدا جدا على المعدة وعلى قرحة المعدة وعلى الجهاز الهضمي وعلى الكبد إلى آخره من كل هذه المشاكل ممكن فقط أن أنا أستخدم نوع أو اتنين لا أكثر ولا أقل ولكن النتيجة معايا بتكون بفضل الله سبحانه وتعالى يعني مش معايا أنا شخصيا النتيجة مع الطب البديل بتكون رائعة وفعلا ملفتة للنظر وتستحق الاحترام بصورة رائعة جدا دول حاجتين اللي كانوا عند الحاجة نعيمة هي تكلمت أيضا عن زوجة أخيها زوجة أخيها كانت متجوزة بالها سنة ونص بدون حمل وجات التبويض بتاعها كان ضعيف جدا جدا قلنا إن إحنا عندنا حاجتين لازم نعملهم فيها حالة زي دايات أولا انزال الوزن وده اللي حصل معنا زي ما بتقول نزلناها 17 كيلو الحمد لله رب العالمين وأيضا تنشيط التبويض وده نقطة مهمة جدا جدا في ناحية طبعا الحمل وناحية الإنجاب بنزل الوزن وبننشط التبويض بطرق طبيعية بدون أرس برشام واحد وده نقطة مهمة جدا أنا أقدر أن أنا أنشط التبويض عن طريق كثير من الأدوية والحقن اللي موجودة في الطب الغربي ولكن لها أثار جنبية على التبويض نفسه وعلى المبيض ذاته لا أنا أبتدي أن أنا أنشط التبويض بحاجتين مهمين جدا باستخدام الأعشاب وباستخدام الحجامة وسبحان الله سبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى بنجد نتيجة بيتعجب منها الزملاء الأفاضل أطباء النساء والتوليد حقيقة يتعجب منها أطباء النساء والتوليد وكتير جدا منهم يعني تفضلها منهم بيبعت حالات كتيرة قوي علشان النقطة دي بزداد لأنه بيجرب مرة واثنين وثلاثة تنشيط التبويض عن طريق منشطات وعن طريق حقن وعن طريق أقراس ويجد النتيجة يعني ليست على ما يجرام فلما بيشوف حالة ايه تب انت عملت ايه عملت كذا كذا لا يبقى احنا فعلا أنا كطبيب ولازم احترم هذا البرانش أو هذا الفرع من الطب واحترم النتائج بتاعته وابتدي ان انا فعلا اتعامل وعشان كده بقول لحضراتكم تفضلا منهم بيبعتوا حالات كتيرة جدا لتنشيط التبويض عن طريق الطب البديل بفضل الله سبحانه وتعالى بعد جرعتين علاج زي ما سمعناها نزل 17 كيلو وهي حامل بقالها 3 شهور الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى اعتقد ان دي كلها دلائل بتغزل العقل وتقمع العقل باربع حاجات اللي احنا قلناه عقليا انا اقتنعت مهنيا اعتقد ان انت شايف النتيجة قدام حضريتك قانونا بقى ان انت يجب ان انت يعني لا يجب لأحد ممارسة مهنة الطب إلا الطبيب أما شرعا فهي كما ذكرتم من قبل تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وأيضا تعطن لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ووسيط الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تداوع عباد الله فما أنزل الله من داين إلا أنزل له الدواء علمه من علمه وجاهله من جاهله أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اعتقد الأربع حاجات عقليا ومهنيا وقانونا وشرعا احنا شفناهم ولمسناهم في هذه الحالة وفي هذا الحديث المطول اللي انا بتكلم فيه بقالي ثلاث حلقات أهوة اعتقد ان احنا اقتنعنا يعني اللي ما اقتنعش بقى يعني غير القناة أو ما يشوفش الرجل ده تاني أو يبتدي يقول الرجل ده كلامه مش عيبني أو مش مقنع ده شيء يرجع لحضرتك وكما ذكرت من قبل ليست دفاعا عني وليست دفاعا عن الطب البديل وليست دفاعا عن شخص معين ولكنها امانة في عنقي لحضرتك بوصلها امام الله سبحانه وتعالى حتى اكون قد قديتها ويعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون قد الامانة وانا اكون حقيقة وصلت لحضرتكم هذه النقاط المهمة جدا حالة الحجة نعيمة من الشرقية ودي برضو نقطة تانية من الشرقية حالة ام عبد الرحمن الحلقة الماضية كانت من اسكندرية حالة الحجة خضراء اللي قبلها كانت منضة منهور وانا عيضت في القاهرة فانهم يقطعوا كل هذه المسافة ويعاني كل هذه المعاناة اعتقد ليس من فرغة وليس على سبيل التجربة ولكن اكيد عن نتيجة لمست ونتيجة وجدوها حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى في الشفاء مما يعانون منه ودي في حد ذاتها تقنعك انت عقليا ان حقيقة هناك ما يسمى بالطب البديل وانه بريء تماما من تهم الدجل والنصب والاحتيال خلونا استأذنكم نشاهد تاني مرة تانية هذه المداخلة وطبقوا الكلام بقى اللي انا قلته وشاهدوها بقى بالعقل وشوفوا كده كل النقاط اللي انا ذكرتها موجودة ولا لا نشاهدها ونعود سهويا بمشيئة الله تعالى الاخت نعيمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي اهلن وسهلا بحضرتك اهلن وسهلا اهلن وسهلا اهلن وسهلا بحضرتك الحمد لله رب العالم انا كان عندي رمضاد وكان عندي عرق النسا انت عملت لي حجامة اه اه والحمد لله ما شامعت على الاجل الحمد لله وقدت اه وقدت عندي مرات اخوية اه كانت لوجه بالها سنة ونص وما كانتش حاصل حمل سنة ونص مفيش حمل اه اه كانت في طبيطة بوضحك انضعيف جدا كتبه بغلو توصل حد ستتسر سبعتسر توصل اكتر من كده تمام اه فالحمد لله جبتها لك والحمد لله درها جنق جرعتين ايوان اه علاج لنزل بتاغ الاول حت Фت انضيلي 17 كيلو ونزل بتاغ 17 كيلو اه وواديتها علاج الحمد لله لطأب ويد الحمد لله دلوقت احمد لها 3 شهو الاف مبروك ماشاء الله ماشاء الله الله ال thee دبط الفضل لربنا الاول سمن حضرتك الحمد لله شارك الله بكل خير الاف مبروك طب الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله دبط الحمد لله ستة كبيرة يعني تعبان ربنا ديها الصحة يا رب تشرفني يا رب يخليك يا رب يخليك تشرفني يا رب ماشي سيتم تشكرين أحضرتك جدا وأسأل الله العظيم أن يتم حملها على خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما مفتاحاً لكل خير لكم ومغلقاً لكل شر عنكم اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعتقد أن إحنا لما شاهدنا المداخلة مرة تانية ابتدت تثبت حاجات كتيرة في عقلنا من الكلام اللي أنا بقوله وابتدين أن نقتنع أعتقد ذلك بأشياء كتيرة من الكلام اللي أنا بقوله ما دفعني إلى اختيار هذا العنوان وليه أن أنا بتدي تتكلم عليه رغم أن أنا تتكلمت كتير جدا من قبل لحضرتكم عن الطب البديل بين النصب والحقيقة والطب البديل بين الطب والنصب وتحدثنا كثيراً في هذا المعنى أو في هذا المحتوى ولكن اللي دفعني إلى تفكير في طرح هذا الموضوع مرة ثانية هو كثرة ما تناولته كثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من العلاج بالأعشاب أو العلاج بالحجامة ويطرى حقيقة أم وهم ده كان فحوة البرامج كثيرة في الأوينة الأخيرة بيتحدثوا عن هذا الموضوع يعني أسفني جداً وزعلت جداً أن هما لم يستضيفوا حد متخصص يعني سبكم مني خالص والله قسماً بالله لا أسعى إلى استضافة ولا أسعى إلى ظهور في أي قناة والحمد لله رب العالمين يعلم الله ذلك ولكن لم يكلفوا نفسهم حتى أن هما يستضيفوا حد متخصص يتكلم عن الموضوع ده يعني يستضيف مثلاً بدون ذكر اسم البرنامج أو اسم الموزيع يستضيف شخص بيقول أنه كان عنده كذا وكذا وكذا واتنصب عليه في كذا وكذا 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 والحكاية والرواية وأنا دفعت وما فيش نتيجة وإزاي الناس سكتة وإزاي ويبتدي الهجوم فضيع جداً 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 على الطب البديل والعلاج بالأعشاب أنه يكلف نفسه بعد البرنامج أو مقدم البرنامج أنه يجيب طبيب يتكلم أو يتحدث لا ما فيش يكلف نفسه أنه يعمل مدخلة لطبيب أو يتحدث في هذا المجال لا ما فيش هي تهمة ومحاولة إثبات التهم على هذا الفرع من فروع الطب وبالتالي كثير جداً من اللي بيشاهد هيقول تماماً ياثق آه ده 100% الطب البديل ده نصب ودجل وأيضاً أنا لا أسعى إلى تبرئة الطب البديل لمصلحة شخصية أو لشخصي لا أبداً ولكن لحضرتك أنت وكما ذكرت من قبل الطب البديل بآلياته المختلفة على مستوى العالم منتشر جداً وناجح جداً وبالتالي ليه إحنا نحرم من هذا النجاح ليه إحنا نحرم من هذه النتائج الرائعة بمعنى الكلمة في هذا المجال وليه إحنا لا نلمس الحقيقة في هذا المجال هذا هو ما دفع عني إلى تناول هذا العنوان الطب البديل البريء الملتها هل بعد كل هذه الحالات ولسه في حالات تانية نقدر نعرضها هل كل ده يوحل حضرتك أو يثبت لحضرتك أن حقيقة فعلاً ده دجل ونصب يعني أنا حدست حضرتك من أربع جهات مهمين جداً العقل وهو الشيء الذي ميز به الله سبحانه وتعالى الإنسان عن سائر الكائنات يعني العقل هو مناط التكليف المجنون لا يكلف لا يقصر عن صلاة ولا زكاة ولا صوت العقل هو مناط التكليف وهو مناط الحساب أمام الله سبحانه وتعالى وعلشان كده أنا بتحدث مع حضرتك عن طريق العقل هل بعد هذه الحالات اللي إحنا ذكرناها يعقل أن كل الحالات دي نصب خليني برضو معكم في الطريق الآخر يعني كتير جداً هيقول لا ده هو مش نصب بس إيه يعني أنت بتشتغل على النفسية بتاعة المريض أنت بتعالج المريض نفسياً هل آلام عرق النسا أو الصياتيك النيرف التي لا تحتمل في مجال أن أنا أوهم المريض بتاعي أو أن أنا أطمنه نفسياً أنه مفيش ألم وما تقلقش فيقوم يمشي لا أعتقد ذلك هل هناك سبيل للعقل أن أنا أقول أن حال الضعف التبويض اللي موجودة دي أقدر عالجها نفسياً ويحصل حمل بعد شهر ونص أو بعد آه بعد شهر ونص ما أعتقدش عقلياً لا يقبل طيب هل مهنياً لو تناولت هذه النقاط سيدة الزملاء اللي بتفضل علينا بالمشاهدة وأن أنا ألمس نتيجة ملحوظة وملموسة في هذه الأمراض سواء الروماتورج المفصلي سواء الانزلاق الغضروفي سواء خشونة الرجبتين سواء التخسيس سواء ضعف التبويض سواء تلايف الرئتين إلى آخره من الأمراض الكثيرة جداً أن أنا كطبيب ألمس نتيجة في هذه الأمراض هل يحق مهنياً أن أنا أقول أن هذا نصب؟ ما أعتقدش لا أعتقد ذلك دي كده عقلياً ومهنياً أما قانوناً كما ذكرت لحضراتكم فأنه لا يجب على أحد غير الطبيب أن يمارس مهنة الطب أو مهنة العلاج أما دينياً أو شرعاً ذكرت لحضراتكم قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وذكرت لحضراتكم قول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تداوع عباد الله فما أنزل الله من دائن إلا أنزل له الدواء ما سكتش الرسول عند كده صلى الله عليه وسلم لا أكمل وذو نقطة مهمة جداً علمه من علمه وجاهله من جاهله أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دي من النحية الشرعية وذكرت لحضراتكم أنا ما بفتيش ولكن هذا هو رأي الدين الكتاب والصنة فالأربع جهات بتوعي إن أنا أثبت أن هذا الطب وهذه الحالات التي تناولناها في العلاج بالطب البديل أعتقد عقلياً ومهنياً وقانوناً وشرعاً أثبتت براءة هذا الفرع من هذه التهم المعتادة النصب والدجل والاحتيال تب يا ترى إيه اللي خلى الطب البديل للأسف يتهم بهذه التهم المتعددة والصارخة من كل الأفواه إن هو نصب السبب حاجتين حضراتكم ومن يتناول يتناول الطب البديل من غير تخصص طب ليه بقى كده دكتور هتزعلنا منك ليه إحنا عملنا إيه محضرتك لما للأسف تقعد أمام الشاشة وتسمع كلمة علاج بالأعشاب وتسمع كلمة كريم مصنع من الأعشاب وتسمع كابسولات مصنع من الأعشاب فأنت بتصدق مباشرةً هذا الإعلان المدفوع الثمن دون أن تدريه ومدفوع الثمن إحنا دفعين خمس تلاف عشر تلاف عشرين ألف لهذا الإعلان وممكن أكتر بدفع عشرين ألف عشان أطلع في البرنامج ده وتستضيفني الفلانة علشان أقدر أن أنا أوصل ليك وأنا أسف في الكلمة أنصب عليك في الناحية دي ما يدي طريقة من طرق النصب البرامج المدفوعة الثمن الإعلانات المدفوعة الثمن من غير متخصص دي نقطة مهمة جداً من غير متخصص أنت منتش طبيبي بقى منتش متخصص خلصنا ليس فيها نقاش لا عقلاً ولا قانوناً ولا شرعاً ولا مهنياً أيضاً الأربع جهات اللي إحنا بنحدث فيهم أنت غير طبيب غير حاصل على باكل يورس طب وجراحة ما تكلمنيش عن علاج ما تحدثنيش في علاج من الأربع جهات اللي إحنا ذكرناها أما بقى أن أنا أدفع هنا وأدفع هنا وأخرج وأظهر وأتكلم دي حاجة تانية ليه حضراتكم مشاركين لأن أنت بتقتنع للأسف بما لا يدع مجالاً للشك أنه هو غير مقنع لكن بتقتنع إزاي أنا مش عارف بتقتنع نتيجة المثل البلدي القديم بقى الظن على الودان أمر على السحر من الأبدان صح؟ أعتقد المثل بيقول كده الظن على الودان أنت كل قناة تفتحها تلاقي الكريم الفلاني كل قناة تفتحها تلاقي الفلاني الفلاني بيتحدث كل قناة تفتحها ليه جايب حالات كل قناة تفتحها ليه جايب حالات شوفيها تماماً وبتتكلم بثقة وبتتكلم بقى يعني بقى ريحية تماماً وانت منتش عارف ان هي مدفوع لها فلوس عشان تقول الكلام ده انت مش عارف ان ده فقرة اعلانية انت مش عارف ان ده برنامج مدفوع التمن مدام ظهر العنوان والطريقة التواصل اعلم تماما انها مدفوعة التمن واعلم تماما انها اعلان وليس طب بأي حال من الاحوال حتى وان كان طبيب حتى وان كان طبيب تب ازاي دكتور ده كتير من الدكاترة بيحطوا عنوانهم وتليفوناتهم وطريقة التواصل أختلف معهم مع احترامي لهم كزملاء أفاضل أدبيات مهنة الطب وقسم الطبيب فيه البند ده ويجب على نقابة الأطباء أن تحاسب عليه ولكن لا تحاسب عليه عدم ذكر طريقة التواصل أو العنوان في البرامج التلفزيونية أو الإساعية ده بند موجود بنفس اللفظ اللي أنا أقول لها حضرتك عليه ويحاسب عليه الطبيب نعم يحاسب عليه الطبيب ولكن يعني أنا أقول لحضرتكم كلمة يعني ما يتهم من الأسف نقابة عندنا قال لك أصلها حاسب مين ولا مين ولا مين ده كل ده كثير الوقت يقولوا عنوانهم ويقولوا تلفونهم أنا مع احترامي أنا على عهدي أنا أن أنا ما أقدرش أن أنا أخالف البند ده لأن لو خلفت البند ده أخالف البند الثاني والثالث والرابع والخامس طب نوصل لك إزاي؟ لا طرق المعرفة كثيرة جدا وطرق الوصول كثيرة جدا ويجب أن أنا بتحدث معك كطبيب أن أنا بوصل لك معلومة طبية بتحدث معك كطبيب أن أنا بدي لك ثقافة طبية ما بقول لكش تعالي العيادة ما بقول لكش أنا عملت كذا وكذا في الحالة دي فأنت تعالي عشان ألحقك خالص ولكن بقول لأ ده فيه فرع من الطب اسمه الطب البديل بيعالج كذا وكذا وكذا على يد متخصص ما بقولش حضرتك تعالي زي ما عملوا كده من ضمنهور واسكندرية والشرقية لا ابحث عن طبيب جنبك وفي بلدك بمتخصص في مجال الطب البديل تقدر أن تفق فيه وتقدر أن أنت تتعامل معه هذه هي روح الطب التي يجب أن تكون موجودة عندنا كطباء أن أنا بوصل صخافة طبية لحضرتك أن أنا بشرح موضوع طب لحضرتك أن أنا بتحدث عن برانش أو عن فرع من فرع الطب لحضرتك كتوعية طبية وليس كعلاج وليس كدعاية وإعلان ده من ناحية الطبيب فما بالك بغير الطبيب ما بالك بغير الطبيب يعني لا يرعي بقى كل هذا الكلام ولا يرعي الكلام ده كله ولا ليه دعوة بحاجة هو دافع 30 أربعين الله أعلم كم ألف جنيه في الحلقة فلازم يجيبهم منك أنت إحنا دي النقطة المهمة اللي لازم تعرفها لازم يجيبهم منك أنت عن طريق القناة دي والقناة دي والقناة دي والقناة دي النجاح الاستمرارية لا تعني النجاح وابتدت الوقت للأسف يعني الموضة الجامدة قوي اللي بتظهر إنه هو يجيب الحالات ويبتدي يتكلم ويبتدي يوصف وأنا عملته وروحته وخليته والكلام ده كله أنا هسأل حضرتك سؤال واحد فقط هسأل حضرتك سؤال واحد فقط أنا هروح أشتري عربية تمام؟ هشتريها من الشركة نفسها هشتري عربية مرسيدس يبقى هشتريها من التوكيل المرسيدس أو أجانس عنده توكيل مرسيدس لما أجي أعمل الصيانة بتاعتها هواديها للميكانيكي اللي تحت البيت عندي ما أعتقدش لازم هواديها للميكانيكي المختص أو التوكيل المختص بهذه السيارة بتروح تلاقي بقى فيه التوكيل عليه عنوان ويفطى كبيرة جدا جدا وكل ورقه إنه هو التوكيل الرسمي لعربيات مرسيدس بالله عليك لما أنت بتروح مركز طبي مجهول الهوية لما بتروح لشخص ليس هناك يفطى واحدة بتقول إن ده طبيب لما بتروح لشيخ مفيش مجال أبدا يدعو إلى التفكير إن هو متخصص يبقى مين اللي غلطان؟ حضرتك لأن أنت قصدت غير المتخصص وأنت تعلم جيدا إنه غير المتخصص وصيبت إن المثل البلدي الصقيم الغرقان بيتعلق في أشياء ما ينفعش أبدا ما ينفعش أبدا بجد إن حضرتكم للأسف يعني تيجي تقول لقيت يفطى وقول لي لأ ما لقيتش يفطى طب قابلت الدكتور؟ لا ما قابلتش الدكتور رغم أنه لا يستحق إن أنا أقول علي الدكتور يعني طب قابلت الشخص؟ لا ما قابلتش الشخص قال له طب ما لتعالجت إزاي؟ يعني إنت إزاي اقتنعت إن إنت هتتعالج لما لا ده أنا قابلت واحد نائب عنه ما فيش حاجة اسمها كده إنت بتيجي للطبيب ذاته وبيشوفك وبيفحصك حتى وإن فحصك المساعد بتاعه بترجع في النهاية للطبيب نفسه ما تفردش في حقك هذا هو الجزء اللي أنت وحضراتكم مشاركين فيه في هذه التهم الكثيرة التي أرسقت بالطب البديل أما إن الأطباء بقى يقولك آه ده نصب ودجل نتيجة الدخلاء الكثر في هذا المجال ده غلط والله أنا لما أمسك الرشدة بتاعت الدكتور اللي أنت جايلي من عنده وأجده إن هو طبيب وحاصل على كذا وكذا وكذا لا إبقى مش من حقي كطبيب أن أنا أقول عليه دجال أو نصب مش من حقي كطبيب أن أنا أبخسه حقه في العلاج اللي هو بيعالج به دي نقطة مهمة جدا لكن إن كان كثرة الغثاء السيل يعني النصبين كثره أوي والدخلاء كثره أوي فأعمم وأخذ الجمية البسيطة اللي هي حقيقة تعالج قانونا وشرعا ومهنيا وعقلا صح ودخلهم فيه ده غلط تماما ولذلك يجب إن إحنا نعمل العقل في كل شيء فيما نشاهد وفيما نسمع يجب إن أنا لما أقول الطب البديل يبقى لازم إن أنا أقصد طبيب متخصص في هذا المجال طبيب متخصص في هذا المجال وليس متخصص فقط طبيب متخصص في هذا المجال كل هذه النقاط وقاليات الطب البديل لازم إن أنا أبقى يعني على ضراية كاملة وعلى علم كامل بكيفية استخدمها متى أستخدمها وهيستخدمها قد إيه والنتائج المرجوة منها والأثار الجانبية إن وجدت هل هذه المكونات الخمس هيعلامها غير الطبيب المتخصص؟ لا أعتقد ذلك وكثير جداً الحالات مجرد القاعدة الأولى معانا اللي أنا بنسميها الكونسولتيشن ست أو القاعدة الاستشارية الأولى بقول له حضرتك إحنا هنشتغل مع بعض ثلاث شهور وبنعمل كذا 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 وده حقه عندي هذا العقد شاهد عليه الله سبحانه وتعالى ليس أحد آخر أنا وأنت والله سبحانه وتعالى طيب أنا بتديت أشتغل معاك وإنت جيت في النص ما كملتش لا تلومنا إلى نفسك لأن دي بيبقى اسمها الميديكال بلين أوف تريتمت أو الخطة الطبية للمريض بتاعي علشان أصل إلى النتيجة اللي أنا بكلمك فيها علشان أصل إلى النتيجة اللي أنت شفتها على الشاشة علشان أصل النتيجة اللي أنت سمعتها من فلان أنا رحت الفلان وعملي كذا والحمد لله يبقى لازم نلتزم بالخطة الطبية المبرمى والمنعاقدة ما بيني وبينك أما إن خلفناها فما ينفعش طيب أنت جيت لي وأنا قلت لحضرتك هنعمل حجامة وهناخد العشاب دي وهنجيب الدواء ده من الصيدلية وخرجت أنت من الغرفة عندي ولا لا كفاية علي حجامة أنا هعمل حجامة بس طيب أنت ليه جاي للشخص ده لما أنت مش مقتنع بالكلام وأنت على ضراء أنت عايز حجامة بس ليه جاي؟ يعني كلفت نفسك ومشقة ومعاناة وإنت بتعمل اللي في دماغك ده غلط مش صح وأمثلة كثيرة جدا أن أنا قدر يعني أن أطبقها مع بعض في الحياة على هذا النمط بتكون النتيجة للأسف مأساوية يعني تخيل حضرتك أنت لو مسافر والميكانيكي قال لك لا لازم الفرامل تيلي الفرامل تغير لا 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 سيب أنا ما فيش مشاكل أنا همش بس أغيرلي الزيت بس يعني تخيل أنت نتيجة هتكون إيه؟ كذلك هل الصحة أرخص من هذه الأمثلة اللي أنا بدربها لحضرتك؟ هل الطب أقل من هذه المهن اللي أنا بدي أمثلة لها؟ لا أعتقد ذلك وكما ذكرت لحضرتك من قبل الصحة هي النعمة الثانية على الإنسان بعد الإسلام وده قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصحة بعد اليقينة اليقين هو الإسلام الصحة نعمة فعلا حقيقة من نعم الله سبحانه وتعالى رقم 2 على الإنسان أن أنت تنعم بالصحة وتنعم بالعافية لا يدنيها أي شيء في الدنيا لا فلوس ولا عمارات ولا فلل ولا أبراج ولا العربية ولا الكلام ده كله مجرد الصحة دي كنز ونعمة من الله سبحانه وتعالى هل هي تستحق منك هذا الاستهزاء؟ هل تستحق منك هذه المضاربة والمتاجرة بها؟ هل تستحق منك التهور ده؟ خلينا أجرب؟ ما ينفعش خلينا أجرب ده حتى التخصيص اللي هو حضرتك بتعتقد أنه هو سهل جدا وبسيط جدا ما ينفعش أن أنت تتجرب فيه وعلشان أخص صح لازم أمشي صح وعلشان يتبقى أن نخص بسرعة وخص الكلام اللي هو اللي أنتم تسمعوه كتير جدا ده لأ لازم أخص طبيا حالة زي حالة زوجة أخت أخ الحجة نعيمة يعني شهر ونص والحمد لله ربنا رزقها بيء الحمد نتيجة نحن نزلنا الوزن ونشاطنا التبويض ليس يعني افتراضيا كده وليس عشوائيا ده طب ولازم أن أنا أنزل صح ونزل أنشط الطبيب بطريقة صح وأزود بتانط الرحم بطريقة صح كل ده طب لا تتهاون فيه وما تجربش بقى أن أنت تشوف إعلان أنا هجيبه وخلصت ما ينفعش عمر الطب ما كان كده وكما ذكرت من قبل وأذكرها تاني ما كان الإمام الشفيعي رضوان الله عليه يقول المقلتين الرائعتين ما رأيت علم من أنبله من الطب بعد الدين يعني الدين ثم الطب وفي قول آخر سنعطاني لغنى للناس عنهما العلماء لأديانهم والأطباء لأبدانهم إحنا بنرمي ده كله وبنضرب بده كله عرض الحائط ونروح على إعلانات مدفوعة الأجل نروح على أشخاص بيعملوا برامج مدفوعة الأجل ونبتدي نقول إحنا ما لقناش نتيجة نبتدي نقول لا الطب البديل ده نصب واحتيال نبتدي نقول التهم المعتادة واللي إحنا بنسمحها كتير جدا 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 من حضراتكم أعتقد إن إحنا ما ينفعش إن إحنا نلغي الأربع حاجات أو الأربع محاور اللي إحنا تحدثنا فيها العقل والقانون والدين والمهنة ما ينفعش إن نرمي دولة ونقول نجرب ما ينفعش إن إحنا نلغي دول ونقول لا أصل فلان قال لي وفلان راح وعمل وخلى حتى وإن كان حالف الحظ هذا النصاب بشفاء حالة أو اتنين ما هوش أبدا سبب إن أنا أجرب وإن أنا أجازف بصحتي وأجازف بنفسي وأبتدي إن أنا أجرب ما ينفعش عايز تجرب جرب في المجال الطبي عايز تمشي امشي المشوار الطبي تحت المظلة الطبية وكما ذكرت من قبل المرض هو أكبر نقطة ضعف في حياة الإنسان أسأل الله رضي من العفو والعافية لكم جميعا المرض هو أضعف نقطة في الحياة الإنسانية فلازم إن إحنا نعي هذه النقطة جيدا ونعي أن هذا الضعف إن تركناه هيتفاقم وإن مارسنا طريق غير المعتاد هيتفاقم ما تكون النتيجة سيئة جدا وزي ما بقول لحضرتك هرجع لا تلومن إلا نفسك إنت سمعت فلان بيتكلم وسمعت النصيحة من كذا وسمعت النصيحة من كذا وكما ذكرت إلى حضراتكم ليس تبرئة لنفسي وليس تبرئة للمهنة وليس تبرئة للطب البديل ولكنها أمانة لأن إحنا سنسأل أمام الله عز وجل عن الأمانة سنسأل عن الكلمة التي تخرج من أفواهنا سنسأل عن المهنة التي نمتهنها سنسأل عن الأعمال التي نقوم بها كل ده نتسئل عنه فما جيش أنا بقالي كذا سنة 13 سنة ولا 14 سنة على الشاشة مع حضرتكم وتيجي حضرتك يوم القيامة تقول لي أنت ما قلت ليش أنت السبب كان لازم توعيني أعتقد أن أنا بقى أؤدي الأمانة وأسأل سبحانه وتعالى أن أنا أكون أديتها ووصلتها لحضرتك هيتبقى دور حضرتك في الاقتناع وده شيء يرجع لك أنت وهيتبقى إن اقتنعت أن تقنع غيرك وأن توصل لغيرك هذه النصائح اللي إحنا بنتحدث عنها وهذه الحالات اللي إحنا شاهدناها وهذه المرافعة اللي إحنا ترفعنا فيها على مدار ثلاث حلقات أعتقد أن ده واجب عليك وأمانة في عنقك أن أنت توصلها لغيرك وتوصلها لغيرك كل هذه النقاط مهمة جدا ويجب أن نعيها تمام التوعية ويجب أن نفهمها تمام الفهم لأن كل هذه النقاط زي ما بقول لحضرتك ستسأل عنها وهو أعتقد أن أنت لما تقول لي أنا هجرب الكريم ده هو مسكنك زي أي مسكن لا أنا هجربه أصلا بيقول ده بيشفي تماما طيب ماشي جربته ومشفيتش تماما هلن تسأل عنه أمام الله ستسأل عنه أمام الله عز وجل أنت ليه ما روحتش لدكتور عظام ليه ما روحتش لدكتور طب بديل لو أنت عايز تتعالج بالأعشاب أو تتعالج بمشتقات الطب البديل آليات الطب البديل المختلفة ليه؟ لأن أنت المسؤول وانت لا تسأل عن ذلك وزي ما بقول لحضرتك وحكيت لكم حالات كثيرة جدا قد تؤدي هذه المجازفة إلى الوفاة إلى الوفاة ده غير الأعراض الجنبية كثير جدا جدا اللي ممكن تحدث نتيجة المجازفة بالصحة والمجازفة بالذهاب إلى غير المتخصص كل هذه النقاط يجب أن نعيها تمام الوعي للمرة الثالثة بقولها لحضرتك لازم نفهم الكلام ده كويس جدا وسبحان الله رحمة الله سبحانه وتعالى بين تفرع الطب والفروع المختلفة للطب والتقدم في الطب يوم بعد الآخر كل هذه النقاط من رحمة الله سبحانه وتعالى هل يعقل يا أخي الفاضل أن نرمي رحمة الله سبحانه وتعالى جانبا ونقتاد وراء كثير من الإعلانات الوهمية المدفوعة وكثير من البرامج المدفوعة للزمن ما ينفعش لازم أعي تمام الوعي ولما أجي أكلمك تكلمني بالعقل ما تكلمنيش بحاجة تانية اقنعني بالعقل ما تقنعنيش بحاجة تانية كل هذه النقاط مهمة جدا كل هذه النقاط كان محور الكلام اللي احنا تحدثنا فيه على مدار سلاس حلقات والله مش عارف هل هنكمل العنوان ده ولا لأ ولكن هي أمانة كما ذكرت لحضراتكم وأحاول جاهدا أن أنا أوصلها لحضراتكم المرضود بتاعك هو اللي هيقول لي هكمل ولا مش هكمل مرضود حضراتكم على الحلقات هو اللي هيقول لي أكمل في العنوان ده ولا نختار عنوان آخر ولا الحمد لله النصيحة وصلت والأمانة وصلت والتوصية وصلت لحضراتك وفيهمتوها ولا لأ مرضود حضراتكم هو اللي هيرسم لي الخط القادم من الحلقات القادمة بمشيط الله هذا إن كان في العمر بقية أسأل الله سبحانه وتعالى أن أنا أكون على قدر المسئولية وعلى قدر الأمانة اللي أنا أحاول أوصلها لحضراتكم سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيط الله تعالى أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته